اشتركوا في القناة أما الآن فحنبدأ مع حضراتكم بالأخبار واللي بيشرفنا فيها الكاتب الصحفي أستاذ عاطف عبدالغاني رئيس تحرير بوابة دار المعارف أهلا بحضرتك أول خبر معنا النهاردة هيكون عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية في مجال التعليم العالي اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير التعليم العالي تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لإنشاء الجامعات الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية وبدء الدراسة في الجامعات التكنولوجية الجديدة في العام الدراسي الحالي بالقاهرة الجديدة ووسنا وبني سويف زي حديك بتعقب على الخبر ده خصوصا وأنه من الملفات الثقيلة عندنا ملف التعليم واللي فيه خطوات جدة لإصلاح يعني خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم أي قمة بتطمح أنها تتقدم وأنها تلحق برقب الشعوب الحديثة والتنمية يعني وتفعل التنمية وتخش المستقبل زي ما بيقولوا لابد أن تهتم بالتعليم التعليم طبعا التعليم من المراحل الأولى إلى التعليم الجامعي والتعليم الجامعي خلينا نقول مثلا على سبيل المثال إحنا السنة دي تقريبا التنصيق بتاعنا دار في فلكه بمراحل المختلفة يعني حوالي نص مليون طالب وطالبة تحديدا بالزبط خمسمائة ألف وتمانية وخمسين ألف طالب وطالبة معظم هؤلاء بيتوجهوا للتعليم النظري أو معظم يعني إحنا المزوء عندنا أن إحنا ناخد شهادة ونخدها نحطها على الحيطة وممكن ما نشتغلش بيها أو نقعد مستنيين يعني فرصة بقى في الحكومة بشكل أو بآخر ده ما بينتجش أبدا أمة بس الفكرة ده حيك شايفه أنه ابتدى يتغير بعض الشيء ولا لسه محتاج تغيير شامل وكامل للثقافة عموما المصرية في هذا الوقت هو محتاج حاكتين يا سيدة السارة محتاج أولا الفكرة ما تغيرش بشكل يعني نقدر نقول أنه بشكل يعني جزري أو بشكل حقيقي لا الفكرة موجود لسه عند الناس يقولك أنه ما قش تقدم الجوز أو الشاب يعني لازم يبقى معها مؤهل عالي هي أو خطبتي أو اللي أنا هتقدم لها مثلا على سبيل المثال هي معها مؤهل عالي أنا ما قلش عنها وهكذا هذا الفكر موجود ده رقم واحد رقم اتنين أن القطاع الاستثماري إلى حد ما ما بيبقاش يعني لسه محتاج بنية شرعية حقيقية عشان يضبط نضبط فيه العلاقة ما بين صاحب العمل واللي بيشتغلوا في العندهم لأن إحنا عندنا المسائل يعني معلش لسه لسه بعافية شوية يعني قانون العمل مش شايفه بيتطبق بالشكل الكافي أو محتاج نفسه هو تغيير وتعديل محتاج التعديلات ميشين محتاج التعديلات وبالذات بالنسبة للشركات الاستثمارية وغيرها لأن إحنا ما بنتمنش بشكل كبير الناس اللي شغالين فيها بنتمنش حقوقهم يعني بشكل كبير والثقافة دي موجودة عندنا بشكل كبير أو مترسخة في ذهننا قوي إنك اللي بيروح يشتغل شغلنا بيمضوا على حاجة سمرة ستة يعني أنا ممكن أفصل لك في أي وقت أنا أنت ماضي عليها مقدما عجبك عجبك مش عجبك ما تشتغلش وعد عاطل يعني إحنا كلنا عايزين نشتغل موظفين زي ما بيقولوا التربوش لسه تحت الجلد خلينا نقول بقى يعني نخرج من الكلام ده كله ونقول إن الدولة بتحاول بشكل كبير جدا إنها تغير هذه المفاهيم تغير هذه الثقافة إنها تتجه لإقناع الناس بالتعليم الفني لأن التعليم الفني أو المخرجات بتاع التعليم الفني هي اللي بتبني إحنا محتاجين مهندسين محتاجين بنائين محتاجين حددين على مستوى عالي محتاجين كل هذه المهن اللي هي يعني يعني فنيين محتاجين فنيين أكتر منهم محتاجين خارجين الكريات الأداب والتجارة والحقوق وغيرهم خصوصا إذا سمحتني مع وجود مشاريع كبيرة ومع وجود مناطق جديدة بها المصانع صحيح ولدينا يعني مع وجود الطموح الدولة والشعب المصري كل محافظة دلوقتي بقى لها محافظة جديدة بقى لها صغيرة وبقى لها محافظة جديدة وبقى لها امتداد من هنا سيد الرئيس مهتم جدا بمسألة التعليم الأولي وإحنا عارفين كلنا إيه اللي بيحصل بالنسبة للتعليم الأولي والمحاولات الكبيرة جدا لإصلاحه أيضا على مستوى التعليم العالي التوسع في إنشاء الكليات والجامعات التكنولوجية وزي ما قلت حارك في الخبر في أكتر من مكان إحنا عايزين كمان نعمل يعني إحنا دلوقتي بنسوق التعليم بتاعنا بنسوقه تسويقي يعني مش تسويق بالهامزة لا بالقاف بنصوقه يعني بنقول تعالوا عندنا برنامج تعالوا تعليمه في مصر عندنا على المحمول بيقول إيه الموجود عندنا وإيه المتاح عندنا طيب ما أنت يعني حاولت التعليم كمان لمشروع قومي يعمل استثمارات فيه بقى أنت من هنا محتاج فعلا بنية أساسية حقيقية للتعليم وأعتقد بقى أن برضو يعني عايز أقولك على مستوى الناس بتدور دلوقتي على الحاجات دي اللي هي ممكن ولادة يبقى معهم شهادة عالية وفي نفس الوقت يطلع يلاقي شغلانة يعني هنا مثلا أخلى أقولك بسرعة جدا أن ما عملوا مدرسة سنوية للحلية والمجوهرات ناس كتير أقبلوا عليها ناس كتير بدأت تتكلم عن المدرسة اللي اسمها تومبوكتو مدرسة سنوية دي موجودة كانت في شبرة ده غير أن كمان السوق النهاردة أصبح متعتش لده يعني النهاردة بقى عندنا ديزاينرز أو مصممين يعني ليهم منتجات مصرية 100% والكل بقى بيشجع الصناعة المصرية أعتقد دي حركة مشجعة كمان للدخول في مثل هذه المجالات مجالات الخاصة بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر يعني الكل بيخدم على كله زي ما بنقول دي بقى حاجة تانية يعني ده حركة صح لكن ده لأن الدولة ومشروع للإصلاح الاقتصادي بيقول أن احنا هنقلص أعداد العمال العاملين في الدولة الدولة بالعمل بتاع الدولة اللي هو مقتص بالناس الأربعة خمسة مليون برنامج الإصلاح الاقتصادي بيقول لازم يقول له كتير فبالتالي احنا بتأخذ قرد يقول له للشباب تعال تفضل للخارجين اللي قاعدين من سنين تبور للتوظيف ده أو من سنين أي فرصة لا تفضل تعال اخذ قرد وعمل مشروعك وقدم ندرس الجدوى به وقدم المشروع بالمناسبة بقى يعني الاربع يوم الاربع اللي هو فيه معارض يعني امس الاربع بيعرض هذا الان صرف هذا المعارض ده تعرض بالفعل وكان شيء رائع خليني بقى انتقل لخبر آخر الرئيس السيسي يوجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين أوضاعهم والتصدي للفكرة المتطرف اجتمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع دكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقد وجه رئيس السيسي خلال الاجتماع بالتركيز على توفير التدريب الراقي للأئمة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعلمية لسيما في التفاعل مع وسائل الإعلام المختلفة إلى جانب التوسع في مجال الترجمة والنشر والاستمرار في تحسين الأوضاع المالية والمعيشية للأئمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الذاتية لوزارة الأوقاف طبعاً يعني نقدر نقول أنه الأئمة من المؤثرين بشكل كبير جداً في الشباب نقدر نقول أنه يعني سيد الرئيس تحدث أكثر من مرة عن فكرة تحسين الخطاب الديني وتغييره زي حضرتك بتشوف دي خطوة مهمة على الطريق هيا الأئمة خلينا نقول الأولاً أن وزارة الأوقاف وزارة لديها موارد كبيرة جداً وزارة غنية يعني بمواردها بالأوقاف اللي حتى إذا عليها اللي بتتسبرها فعندها يعني المفروض أنها عندها ميزانية خاصة بيها يعني ما شاء الله يعني تعالي بقى يا حضرتك في المقابل ودي قضية خطرة جداً قضية الأئمة دي لأنه ده احنا عملين نقول وسائل الإعلام ونقول الإعلام وغيره والإعلام الديني الممثل في الجامعة وفي الكنيسة ده مهم جداً ورفض مهم جداً لإصلاح زي محرك قلت لإصلاح الخطاب الديني أولاً لمنع الفكر الإرهابي من أنه ينتشر ويخش في عقول ولدها من غير ما نصلح لهم هذا الفكر لأن هي القضية قضية حرب أفكار من التراز الأول يعني أو بامتياز زي ما بيقوله فخلينا أقولك مثلاً في عندنا إحصائية بتقول أني الوزارة الأوقاف 60% بس يعني مش بتسيطر أو بتعين 60% من الأئمة اللي موجودين في المساجد اللي هم موجودين على مستوى مصر فهنا من هنا في 40% من المساجد خارج سيطرة وزارة الأوقاف ليس لديهم أئمة وفي نقص جداً في الأئمة بأعتراف الوزارة في تقرير استقدم حضرتك نطلع الرئيس السيسي يوجه بتنمية مهارات الأئمة وتحسين أوضاعهم والتصدي للفكر المتطرف يعني نطلع لهذا التقرير ونلتقي بعد التقرير بإذن الله وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالتركيز على توفير التدريب الراقي للأئمة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من المعرفة والعلم لا سيما في التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة والاستمرار في تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لهم من خلال الموارد الزاتية لوزارة الأوقاف وجه الرئيس بمواصلة العمل على تنفيذ استراتيجية وزارة الأوقاف للتصدي للفكر المتطرف والمتشدد وترسيخ الفهم الصحيح لجوهر الإسلام ونشر الفكر الوسطي الرشيد وتصحيح المفاهيم الخاطئة الأئمة المفروضة نحن نهتم بهم ونعلي دخلهم أكتر من كده عشان يبقى مجتهد معايا يقدر يحضر لنفسه ما يدورش على شغلة تانية مع إنه أمام عشان يحسن دخله يبقى دخله كويس فدي ده دور الدولة طبعا نتعليله دخله وتحسله دخله يبقى عنده مهارات وعنده قدرات عالية جدا أنه يقنع المستمع يعني لازم يبقى عنده القدرات دي ولازم ياخدوا دورات ويبقى عندهم يعني يهتموا شوية بيهم الدولة تهتم بيهم شوية لأنهم أكتر الناس ممكن يؤثروا على الشعب وعلى الشباب اللي طالع ده لازم يوصل لهم المعلومة سهلة فلازم الدولة تهتم شوية بالأئمة والمفروض يعني أن هم الشباب الأئمة اللي هم لسه طالعين المفروض أن الدولة تهتم بيها وتنميهم وعشان هم دول يعني الجيل اللي طالع المفروض ده إحنا هنفهم منهم ونستوعى منهم لازم الدولة تهتم بالأمة وتدوم دورات تسكفية عشان لما يقعد معا ويتكلم معا محسش أنه هو فاهم لأحسس أنه هو مصقف يقدر يفهمني عشان نستوعى بكلامه وأفهمه وبنعود لحضراتكم على طول مشاهدين الكرام وبجدد لقائي مع الكاتب الصحفي أستاذ عاطف عبدالغاني رئيس تحرير بواب الدار المعارف أهلا بحيكم والخبر الثالث معنا نهارده الصحة تستعد لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات جدد أعلنت وزيرة الصحة وسكان أنه تم البدء في أولى إجراءات الاستعداد لإطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي الإسماعيلية السويس جنوب سيناء الأقصر وأسوان حيث تم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ الأول من أكتوبر وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات بور سعيد وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى وأوضح دكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل أن بالتوازي مع عملية التسجيل سيتم عملية التطوير لأكثر من 156 وحدة ومركز في الخمس محافظات استعداداً لتشغيل المنظومة بها بشكل كامل طبعاً ده خبر مبشر للكثيرين لأنه زي ما حضرتك تعلم برضو من الملفات المثقلة ملف الصحة في بلدنا واللي الحقيقة كان فيه مبادرات كتير ومشينا خطوات يعني كلها أمل وتفاؤل يعني لما كنا نقرأ خبر زي ده نقول معقول ممكن يحصل بعد تجربتنا في فيروس تي والقضاء على فيروس تي نلاقي إنه لا إن شاء الله فيه أمل وبنقدر نحق أقلم أبنى التحد وبيكون عندنا متابعة جيدة إزاي حضرتك شفت هذا الخبر يعني أنت حضرتك علقتي على الخبر اللي قبل ده وقلت إحنا سيد رئيس سامفتح السيسي استلم شبه دولة وبدأ يشتغل على يعني بنية أساسية آه وبنية أساسية كانت محتاجة تتطور بشكل كبير جدا قصة التأمين الصحي الشامل إحنا بنسمع عنها يمكن من 15 سنة مساء أكتر آه أكتر شوائي ويمكن كان اللي وقف المشروع ده قبل 25 نهار 2011 إن اللي كانت سياسة اللي دخلت في البزنس كانوا عايزين يسيطروا عليه ويحولوا المشروع بدل ما هو مشروع يقدم على الناس مشروع بزنس بين التراز الأول يعني وهم يسيطروا على وسط ما بين الدولة ما بين المواطن المستحق الخدمة ويحولوها البزنس وياخدوها يحطوا في فكر شوهم يعني اللي كانوا مسيطرين على البزنس في هذا التوقيت خلينا نقول أنا أنطلق المشروع أهو وهو ده مشروع أنا يعني أنا واحد من الناس كنت كل ما أطلع أقول يا جماعة في برنامج زي كده أو أقول المشروع التأمين الصحي الشامل ده مهم جدا للمصريين مهم جدا للمصريين إحنا الموظفين عندنا المشروع بتاعنا التأمين الصحي يستفيد من خلال شغلنا طب الناس أنت عندك مثلا المواطن العادي آه عندك ملايين ملايين لما عندهم واحد لقدر الله بيعي أو بيقع ما بيقع عارفين بيبقى يعني الدنيا السودية في حياته خلاص القيامة قامت بالنسبة لهم يعملوا بإيه يجروا بفين مش لقين غرفة إنعاش مش لقين معرفش إيه طوارق مش لقين أحيانا بيلاقوش سرير بالزبط كده دلوقتي إحنا بنقول للناس تعالوا تفضلوا هتدفعوا اشتراك بسيط جدا هتخشوا هذه الخدمة هتشمل كل الأسرة أنا لغاية دلوقتي ما قللناش لسه في بورسعيد أول في السويس أول محافظة حصل فيها بيتطبق فيها ما قللناش لغاية دلوقتي كان في المية راح وسجله يعني أنا كان عندي أرقام بس يمكن قديمة شوية من أسبوعين ولا حاجة كان بنتكلم في 35 أربعين في المية حاجة زي كده هل الناس أقبلت فعلا بشكل كبير حقيقي ده عايزين نعرفه خلينا نقولك برضو في المرحلة الأولانية دي اللي بتطبق هذا المشروع في خمس محافظات الدولة اخترت خمس محافظات اتنين من محافظات القناة يعني الإسماعيلية والسويس وواحدة جنوب سينا واتنين في الجنوب أقصروا أسوال معنى كده أنها مرحتش للعاصمة مرحتش للمدن الكبيرة زي اسكندريا وزي العاصمة فيها الخدمات الصحية كويسة يعني ممكن تعود بشكل أو بآخر لكن راحت للغلابة الدولة توجهت لمحافظات نقدر نقول عليها برضو وهم دايما كانوا على أنفسهم إن هم منسيين النهاردة ده الوضع ده بيتغير وعلى ما يوصلوا بقى للمدن يكون تحل إن شاء الله أزمات كبيرة إن شاء الله طب آخر سؤال لحضرتك بس هنا في النقطة دي تفتكر دلوقتي حيك بتسأل سؤال مهم وبتقول هل كان فيه إقبال أو لا الموضوع ده بدأ من أول أكتوبر حضرتك شايف أنه محتاجين نوعي الناس أكتر أو نعرف الناس بحقوقهم أكتر أو إيه للمفترض أنه هم يعملوه علشان يقدروا أنه هم يلتحقوا بنظام التأمين الجديد بالضبط كده أولا إحنا لازم نوعي الناس لازم نفهم الخطوات إيه لازم نقول لهم نوفر لهم المكاتب اللي هي مكاتب الصحة بتاعة الأسرة اللي بيروحوا يسجلوا فيها لازم نفهمهم الاشتراكات بتدفع إزاي والحقوق بتاعتك بتاخدها إيه والحجم الخدمات مع احترام الكامل لأنه في ناس بتخش ببوز الدنيا دي كلها الشغل الجميل جدا ده العظيم جدا اللي بتعملوا الدولة ده بتخش الشائعات بخش الحرب اللي علينا دي تبوز الدنيا دي وتوقفها وتقنع الناس بالعكس فإحنا عشان نضرب هذه الشائعات لازم نقطر من البرامج اللي بتقول للناس بتفهمهم وبتفهمهم بشكل بسيط تفهمهم بواحد يطلع ويشرح لهم انت هتتوجه حضرتك بالبطاقة الشخصية بتاعتك واسرتك وتروح تسجل في مكتب الصحة عشان تاخد عشان بعد كده تعمل عملية ببلاش وعشان تخش تلاقي سرير في المستشفى وعشان اوف وده واجبك يعني حقك عند الدولة زي ما ليك حقوق زي ما عليك واجبات وده شغل الاعلام الصحة انا الحقيقة متفائلة جدا بتجربتنا في القضاء على فيروس اعتقد هنقدر ان احنا نصل لبر الامان في المجال الخاص بالملف الصحي بشكر حضرتك الكاتب الصحفي استاذ عاطف عبدالغاني رئيس تحرير بواب الدار المعارف اشكرك يا فندم على وجودك معنا نهار شكرا مجاهدين الكرام حالا هننتقل لفقرتنا الرئيسية بعد هذا الفاصل القصير هنعرف مع بعض او هنسأل سؤال مهم كيف ساهمت الاصلحات الاقتصادية في جزء الاستثمار انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير موسيقى على ارض مصر امر غاية غاية في الامان نقاط سخينة انجازات جديدة تتضافر موعة من اهم الاحداث لازم احنا وردو نبدأ بنفسنا هو مش موضوع جاي كده عشواء اداء عالمي ايه انشطة محظورة ان حضرتك تعملين جولة في اهم اخبارنا النهاردة كيف ترى مبادر مليون صحة الاعلام الدعائي بيعد يلقى قبولا لدى الجمهة نفذ الوعي السياسي على الشعب المصري حتى يومنا النهاردة اعلام الصوت العايد ونرجع معكم على ارض مصر